اشتركوا في القناة المية بالجيب بهذه الدورة طلابنا العبطال اذا كان الطالب تبني نفسك وتحب يكون عندك اساس قوي واذا كان الطالب ما عندك معاني تقدر تسجل ويونا بهذه الدورة لان شعارنا راح نحاول نحفظك معاني وانفهمك المنهج وتضمن المية بالجيب ان شاء الله معلومات عامة عن الدورة طبعا الدورة تبدي مع بداية العام الدراسي الدورة تبدي ويما يبدأ العام الدراسي طيب معه امكانية اعادة الامتحانات للطلب المتأخرين بعض الطلاب داخل دورة بمعهد المدرسين اللي بالمعاهد وبالخصوصي ممدرسينهم بس قواعد فيجي يقول لستاذة ليدورة الكترونية حياك الله هذول الطلاب وبعض الحالات ممكن يسجري يمنى دورة ونعيد له الامتحانات اللي ما امتحنهم فرجاء ما تتأخر لان التأخير يضرك نقطة ثانية شوكت تنتهي الدورة طبعا الدورة مستمرة الى نهاية العام الدراسي مستمرة لحد ليلة الامتحان يعني استاذة شوكت نخلص المنهج بالضبط انا ما راح اعوفكم المنهج راح يخلص واستمر وياكم مع اعادة الامتحانات ونسوي لكم ايضا مراجعة ونحللكم اسئلة وزارية وامتحان شامل ان شاء الله فالدورة باقية حد ليلة الامتحان حد ليلة الامتحان انا وياكم ان شاء الله طبعا ما رد اقول لك فيت شهر تنتهي لان ما نعرف الظروف بباك الامتحانات تقدمت بباك الامتحانات تأخرت فانا احب اكون صادق حقيقة يعني اذا قلت لك الدورة تنتهي واحد ثلاثة واحتمال يصير الظروف احتمال ان خلصها قبلها احتمال اكذب عليكم فانا حقيقة ما احب اكون صادق وياكم الدورة تنتهي ان شاء الله ومن تنتهي نرجع النوم نعيد نسوي امتحانات اكثر من مرة بالنسبة لشرح بهذه الدورة يشمل القواعد كامل بالحفظيات القطع حفظيات سقاطات مفردات والآخره الانشاءات كذلك نحافظيكم القطع الخارجية عدنا سلسلة كاملة بالقطع الخارجية كذلك الوزاريات ايضا الاسئلة الوزارية راح نحاول نغطيها كلها بعون الله بالنسبة للملازم اللي راح نعتمد عليها شرحنا راح يكون على ملزمة 2025 ونمشي وفقا للكتاب شعدنا بالكتاب نمشي درس الاول درس الثاني وامتحانات طبعا أنا ما أحب أبلش بس بالقواعد بعدين السقاطات لأن تخيل آني أخذ لك قطعتين سوية هي تشي يعني مو جني صراحة ما راح نسيطر عليها فإحنا راح نمشي وفقا للكتاب بالنسبة للمحاضرات عندنا ثلاث محاضرات بالأسبوع ضفنا ميزة جديدة بالدورة الكترونية لسنة 2025 وهي البث اللي راح يكون على الجوجل میت طبعا هذه البثوث على الجوجل میت دائما نسويها حتى نشوف أسئلة الطلاب أنا أفتح ميت جوجل میت وهذا البث اختياري يعني أنت ما مجبور تحضره هو بس مجرد حتى نتناقش وحتى أسألكم وتسألوني بشكل مباشر تسمع صوتي وإلى آخره يعني بشكل مباشر ريش فهذا الدورة حتى يشوف شنو نقاط الضعف نعالجها إن شاء الله وهذا شيء اختياري يعني ما مجبور بي أنت أصلا وين راح تكون المحاضرات محاضرات راح تكون على منصة أساس العراق طبعا هذا موقع وليس تطبيق موقع موقع اللي كتروني اسمه منصة أساس العراق طيب وصراحة يعني الموقع كله شي احترافي ومرتب حتى بامتحانات بداخله حتى بأنه وإنت من تشوف المحاضرة حتى صح وهذا شيء يحسسك بالإنجاز دقة الفيديو كله شي حلو ومرتبة وإحنا إن شاء الله حاضرين يعني بكل الأحوال ما نقصروا ياكم بالنسبة للإجازة طبعا عندك ست إجازات خلال الكورس ست إجازات أكثر من ست إجازات طبعا هاي الإجازات ستة لازم تعرف تستغلهم زين يعني ست إجازات أكثر من الستة راح تنفصل من الدورة مع مراعات الحالات النادرة شون يعني يعني بعض طالب عنده عملية يدزل التقرير ماته هو مسوي عملية هذا ما كمشكلة احنا ما نقصروا ياه ونعيد الامتحانات أنا والفريق كلتنا ما نقصروا ياه حالات النادرة هو ترى طالب إزاي نبين ذا كوينة من أول امتحان نبين وطالب التعبان نبين ذا كوينة طبعا التعبان يعني أقصد قرائة مو علمية علمية عاد ما عندي مسكلة الامتحان يكون بالساعة الثمانية بالليل ويبقى مفتوح حد الساعة الثمانية صبح مع مراعات بعض الحالات النادرة يعني شلون يعني إذا طالب مثلا عنده بالليل ما يقدر يقرأ ويحب يمتحن مثلا كذا وقت احنا نراعي بعض الحالات النادرة الحالات النادرة نراعيها الامتحان راح يكون أربع دقائق إن شاء الله سأكمل الامتحان راح يكون على الورقة ثم تصويرها وإرسالها إلى المعرف يعني أنا بالنسبة لي طريقة الامتحان راح تمتحن بالورقة وتصور الإجابة بالورقة الإجابة اللي موجودة بالورقة تصورها وترسلها أنه وحسا راح أشوفكم مثال على هذا الشيء أنواع الامتحانات بالنسبة للامتحانات عندنا امتحان يومي promptly تراكمي المتحاني العبارة عن ثلاث دروس أو أربعة لامتحن بيهم ما أحب أفعلهم أكثر لأن ما ستراحق تقرأهم جدنا امتحان نصف يونيت اللي هو مد أو يونيت كامل اللي هوالامتحان شامل بالنسبة للنظام المتابعة يتم عالجة مشاكل كل طالب desde الشكل الفبري والله العظيمة أنا عندي طالبة دفعة 2025 وعشرين موجودة قالت الأستاذ أنا أحب عيد سنة وعيتي تعبانة نفسيتها تعبانة صعدت وياها منكالة من اتصال وشجعتها ومنها الحشة هالة قالت الأستاذ نفسيتها تغيرت ما عرف شو لشكلها بس الآن هي مخالصتينها ماندتين وياها الإنجليزي فحتى الطالب اللي يعاني من مشاكل فردية إحنا نعالج إن شاء الله حتى لما أكو أخطاء نوضحنا بالورقة وهذا الشي رح أشوف لكم المتابعة الشخصية على الخاص مني ومن الفريق طبعا نحن عندنا فريق كامل أيضا وهذا الحساب اللي يتم تواصل مع الطالب مفتوح يمي ويم الفريق يعني أي رسالة تواصل أنا أشوفها بليب سي يعني البعض من المدرسين ينطي المساعدين ومساعدين هم وطلاب لا أنا موجود بالحساب أتابعك يوميا أشوف الرسائل كل يوم خافك خطأ أخافك شي النقطة اللي بعدها حتى من راتك وطلاب ما يعرف يحفظ أنا علم شون يحفظ الحمد لله طريقة التسجيل يعني طريقة التسجيل بالدورة ترسلني على هذا تليجرام وترسل كل التفاصيل اسمك والمحافظة وراح يوصل لك الوصل ما تلاشتراك على الخاص على البيتك المندوب يوصلك وتدفع لأنت المبلغ طبعا نشوفكم هذا هو التصليح شوفوا شون يكون هذا طالب أخذ سبعة وعشرين من ثلاثين عنده هذا خطأ الشهر ناله قلنا ليابا هذا عندك إجابتك غلط فوضحنا له وهذا هو الدرجات إذا تلاحظون هنا مثلا عندنا هنا طالبها هذه تمارة هذه تمارة حطنها بلون أحمر لأنه وضعها وضعها تعبان حيلا عندها كم امتحان ما امتحنا واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة ستة امتحانات إذا امتحان واحد ما امتحنا تنفصل إلا تنطينا تعهد أو يعني نشوف شنو ظرفها فإحنا هذا إن شاء الله نظامنا وهذه السجلات تشوفونا قدامكم هذا الترتيب أنا أتوقع هذا الترتيب ما رح يكون موجود عند أي أستاذ آخر حقيقة لأن إحنا كلش دقيقين بيعون الله بالدورة الإلكترونية مثلا هذا كما تقدر تسترك بالدورة من خلال هذا المعرف اللي موجود على التليقرام ورح يوصل لك المندوب مع كرت الاشتراك اللي البيت والتوصيل رح يكون مجاني أو من خلال المكاتب المعتمدة ورح أخليكم المكاتب المعتمدة في أول تعليق شوفكم بخير أتظركم بالدورة الإلكترونية